السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنون طيبين عن النهاردة في اول حلقة بازن الله في الفيديو اه في السلسلة بتاعتنا. وهنا هنتكلم بالاخص عن الضرب. اه تعالوا كده ناخد مثال هو الضرب في تسعة وتسعين. لما اجا اقول مسلا تلاتة واربعين في تسعة وتسعين. عايز نحلها في خلال خمس سنون بالزبط. كل اللي احنا هنعمله طبعا ده خاصة الدرب في تسعة وتسعين. كل اللي احنا هنعمله هنجيب التلاتة واربعين ديت ونقص منها واحد. هنقص منها واحد. التلاتة واربعين لما نشيل منها واحد او هنقص منها واحد تبقى اتنين واربعين. اتنين واربعين. والتنين واربعين ديت هتكتب هنا تحت التسعة تحت التسعة وتسعين بخط صغير. وبعد كده احنا هنا هنترحم. هنترحم. تسعة نقص اتنين يديني سبعة. وتسعة نقص اربعة يديني خمسة. بقى النات كله على بعضه اربعة تلاف متين سبعة وخمسين. بس دي فكرة الدرس النهاردة. طيب لما اجا اقول مسلا سبعة وخمسين في تسعة وتسعين. برضو السبعة وخمسين دي هتقشر منها واحد تبقى ستة وخمسين. والستة وخمسين هحطنا تحت تسعة وتسعين وهطرح. تسعة نقص ستة يديني تلاتة وتسعة نقص خمسة يديني ايه اربعة. يبقى ناتل كله على بعضه خمس تلاف ستمية تلاتة واربعين. طيب تعالى نتكبر المسألة شوية ونقول مثلا تلتمية سبعة واربعين في تسعمية تسعة وتسعين. برضو هنشيل من دي واحد هنقص من عند الاحدة واحد السابعة ده هنشيل من واحد تبقى ستة. يبقى ستة تكتب زي ما هي والا اربعة والتلاتة دي زي ما هي. وبعد كيه نفس الرقم ده يتكتب هنا. يتكتب هنا. ونترح تسعة نقص ستة يديني تلاتة. تسعة نقص اربعة يديني خمسة. وتسعة نقص تلاتة ديني كم ستة? ايبقى الناتج تلتمية ستة واربعين الف ستمية تلاتة وخمسين. وممكن انت كمان تتأكد بالالة الحسبة. طيب لما ناخد كمان مسألة ما نقول مسلا اه الف امتين اربعة وتلاتين في تسعة تلاف تسعمية تسعة وتسعين. برضو نفس الشيء. هنشين من دي واحد هننقص من الاحد واحد ان الاربعة دي هتبقى تلاتة. يبقى تلاتة. وكل اللي جنباتك كتب زي ما هو تاني. ونفس الرقم ده يتحط هنا تحت اه الناتج الرقم ده. وهنا هنطرح تسعة نقص ثلاثة ديني ستة. تسعة نقص ثلاثة ديني ستة. تسعة نقص ثلاثة ديني سبعة. تسعة نقص واحد ديني كم تمانية وهو ده.